بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد لازلنا في باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام وهذا الباب مذاره مذاره على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه والروايات التالية بعد الحديث الأول لو بنية الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصيام رمضان والحج هذه الأحاديث هي من طريق سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لكن الحديث الأخير في هذا الباب فيه فائدة ربما تكون زائدة عن الروايات السابقة وهذا الحديث قال فيه الإمام مسلم حدثني ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت كلمة ابن خالد يحدث طاوصا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان وحج البيت هذا الحديث هو ما سنقف عليه بعض الوقت وهو نهاية هذا الباب حدثنا ابن نمير وابن نمير هو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي وسبق بيانه سبق بيانه في الحديث الأول قال حدثنا أبي حدثنا أبي وهو عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي وكنيته أبو هشام وكنيته أبو هشام والعرب تحب الكنية العرب تحب الكنية حتى ليست هناك علاقة بين الإنجاب وبين الكنية يعني لو أن رجلا لم ينجب له لا بأس أن يكن وكذلك المرأة تكن ولو لم تنجب ولذلك لا بأس أن يكن الصبي الصغير لا بأس أن يكن الصبي الصغير وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كن زوجه عائشة بأم عبد الله وهي لم تخلف ولدا فإذا أرادت العرب أن تمدح رجلا سمته بكنيته أو خاطبه الرجل بكنيته يقول له يا أبا فلان يا أبا فلان إذا أراد العربي أن يمدح الرجل فأبو هشام أبو هشام الكوفي هذا هو الأب له عبد الله ابن أمير ولده أوثق منه يعني الإبن كان أفضل من أبيه ودي مسألة جيدة ومسألة جميلة أن يكون الإبن أفضل من أبيه عندما يكون جيل الأبناء أفضل من جيل الآباء فهذا علامة على صحة الأمة ده علامة على صحة الأمة لكن عندما يكون جيل الأبناء أقل من جيل الآباء وجيل الأحفاد أقل من جيل الأجداد إذا الأمة بيحصلها إيه انحدار بيحدث لها سفول الملاحظ عند دراسة الأسانيد هذه مسألة تحتاج إلى وقف عظيم جدا هذه المسألة تحتاج إلى وقف عظيم أن الأبناء كثيرا ما يكونون أفضل من الأباء وأحيانا يكون الأبناء هم حفظة الأباء يحفظون علومهم ويحفظون أيضا دنياهم يحفظون علومهم ويحفظون أيضا دنياهم وده مسألة موجودة بالتأمل المهم أن الراوي ابن نمير بيحدث عن أبيه وكما قلت الإبن أوثق من أبيه أما الأب فقد روى عن سفيان الثوري وسليمان الأعمش وحنظله كما سيأتي إن شاء الله من الذين رووا عن ابن نمير إلى الأب روى عنه الإمام أحمد وروى عنه علي ابن المدين وروى عنه يحيى ابن معين وطائفة من السادات سادات يعني علية الروا كان يحيى ابن معين يقول عنه أنه ثقة وأبو حاتم قال كان كان مستقيم الأمر كان مستقيم الأمر الأمر هنا يعني رواية الحديث كان مستقيم الأمر أي كان مستقيما في رواية الحديث توفي سنة مية تسعة وتسعين هجرية يعني توفي في القرن الثاني الهجري حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة والحنظلة واحدة الحنظل حنظل هذا نبات مر ويسمى ويسمى به الأولاد من باب التيم بقوتهم وهيبتهم لما يكون الولد قوي وله هيبة متصورة يسمونه حنظلة حنظلة لأن النبات المرج لا تقربه الطيور ولا تغشاه العناكب ولا الحشرات فكأن هذا الولد سيكون مهابا فلا يمس مكروه ولا يقربه أحد فيسمونه بذلك هذه أيضا عادة من عادات العرب التسمية بأسماء الحيوانات ولكن الحيوانات القوية وكذلك النباتات التي لها دلالة وحنظل هذا هو حنظله ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن ابن صفوان ابن أمية إذن جد من صفوان ابن أمية الصحابي المشهور الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أدرعه لقتال هوازم عند فتح مكة فحنظل هذا روى عن سالم ابن عبد الله ابن عمر كما روى عن طووص ابن كيسان بفتح الكاف وعن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله ورحمة الله تعالى الجميع وروى عنه سفيان الثوري وعبد الله بن مبارك وكيان الجراح وطائفة وكان ثقة 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 وبعضهم قال كان ثقة حجة ودي مستوى عالي في المتح أو في التعديل عندما تكرر الصفة وأو تؤتى بالصفة وما يشابهها أو يكون على ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو إمام حجة أو ثقة حجة إلى غير ذلك قال وتوفي ساتمية وخمسين هجرية قال سمعت كريمة ابن خالد وخالد هذا هو خالد ابن العاص المخزومي القرشي روى عن عبد الله بن عباس وروى أيضا عن عبد الله بن عمر وروى عن عبد الله ابن الزبير وروى عن إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص وروى عن سعيد ابن جبير إذن روى عن الصحابة كما روى أيضا عن كبار التابعين يحدث طووصة طووص هذا كان من سادات التابعين وهو طووص ابن كيسان اليماني وكان إماما في الصدق ويقال بأن طووص ليس اسمه وإنما هو لقبه هو اسمه ذكوان وسمي طووص لأنه كان حسن القراءة وكان سيد القراء والمحدثين فطووص والطائر المشهور كأنه كان طووص الروات والقراء طووص أدرك خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا عنهم وكان من الزهاد العابدين وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إنه من أهل الجنة يحكم أنه من أهل الجنة أو يقول إني لأظنه من أهل الجنة إني لأظنه من أهل الجنة وكان طووص مستجاب الدعوة كان طووص مستجاب الدعوة له أقوال وله مواقف مليحة سأخبركم بها من كتاب مهم جدا في هذا الباب وهو تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي عليه رحمة الله من أقواله المليحة التي ينبغي أن نقف عليها من قال واتقه خير ممن صمط واتقه يعني هو واحد بيتكلم وبيتق واحد بيصمت ويتقي فأيها أفضل يتكلم ويتقي أم يصمت ويتقي دي مسألة حتى يعني تبقى طرفة من الترائف العلمية يعني أيها أفضل الصمت مع التقوى أم الكلام مع التقوى هو الصحيح أن الكلام مع التقوى أفضل من التقوى مع الصمت لماذا لأن الكلام هنا المقصود به الدعوة إلى الله وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول الحسن الذي فيه الخير فهذا كله نفع متعد يبقى يبقى أيها أفضل إن الإنسان يكون نافعا نفعا متعديا مع التقوى ولا يكون صامت لا له ولا عليه مع التقوى أيها أفضل مما لا شك أن النفع المتعدي أفضل ودي مسألة مهمة كان بعض السلف يقدمون النفع المتعدي على النفع الذاتي ولهذا كانوا يفضلون طلب العلم على قيم الليل وطلب العلم على صلاة النوافل والسنن لماذا لأن صلاة النوافل والسنن فيها الأجر ولكن حسنتها متعلقة بك أنت إذا نفعها ماذا غير متعدي أنا صلت ركعتين هاتان ركعتين نفعها لي لم ينتفي أحد بهاتين ركعتين لكن عندما تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تطلب العلم فتتعلمه العلم والدعوة ونحو من ذلك النفع هنا لازم ولا متعدي متعدي ومن هنا كانوا يقدمون الصوم وطلب العلم لو أن إنسان غلب على ظنه أن الصوم سيجهده أو يرهقه في طلب العلم طلب العلم يحتاج إلى تحصيل وحفظ وفهم وملكات فيترى أيها أفضل أن يطلب العلم وهذا نفع متعدي ولا أن يصوم سنة لأن بعض الناس بيوسعوا مسألة الصيام ويدخلوا صيام رمضان فيقول لك أيها أفضل بقى المذكرة ولا صيام رمضان فيقول لك لا المذكرة أولى من صيام رمضان لا كمنا غير صحيح لماذا؟ لأن طلب العلم حتى ولو كان واجبا فوجوب طلب العلم وجوب على الساعة أما الصلاة أو الصوم فوجوبها على ماذا؟ على العين وجوبها على العين فلو تزاحم فرض على الساعة فرض كفاء على الساعة وفرض عيني يقدم الفرض العيني على الفرض الكفائي وسيأتي يبقى طلب العلم فرض كفائي لو أن هناك طائفة قامت بطلب العلم سقط الإثم عن الأمة كلها فطلبوا العلم فرض كفائي زي صلاة الجنازة فرض كفائي لكن الصيام مش فرض كفائي ولا الصلاة فرض كفائي هذه كلها فروض على العين إما مخصصة بالأوقات وإما مخصصة بالأماكن أو نحو من ذلك فكان طوص يقول من قال واتقى أي واتقى الله خير ممن اتقى الله وصمت يبقى تقوى مع الكلام خير من التقوى مع ماذا؟ مع الصمت يرحمكم الله وأيضا من جملة كلامه إن أكيس الكيسي التقى إن أكيس الكيسي يعني أفضل العقلاء التقي أفضل العقلاء التقي وأعجز العجز الفجور الفجور وهو التوسع في المعصية ومنه فجر الماء إذا خرج قويا وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالح مسألة مهمة جدا وإذا تزوج في معدن صالح لابد للرجل أن يختار المرأة صالح وأيضا لابد للمرأة أن تتخير ماذا؟ الرجل الصالح بعض الناس يحكم على الصلاح من هذه المظاهر طالما هو رجل ملتحي ويقصر الثوب إذا هذا أخذ رجل صالح وتؤكدنا على الله وهي طالما منتقبة إذا مرأة صالح هذه كلها أشياء طيبة اللحية والنقاب وتخصير الثوب وإطالة جلباب المرأة هذه كلها من شعائر الإسلام ولكن الصلاح أمور أكثر من هذه الأشياء الصلاح متعلق بالباطن والباطن يشمل أمرين يشمل القلب والعقل لابد أن يكون القلب سليما لابد أن يكون القلب سليما وأن يكون العقل صحيحا القلب لما يكون سليم يبقى قلب زكي بالزاي طاهر ولما يكون العقل سليم إذن ينتج أعمالا صالحة لأن العقل ده بيرتب الأمور بيدرك بيصنبط بيحلل بيركب فالإمكانيات العقلية لما يكون العقل صحيح بيطلع عمليات عقلية صحيح يطلع فهم صحيح ويطلع تحليل صحيح ويخرج هذه الأشياء بطريقة صحيح ثم هناك الظاهر يشتمل بأمرين الأمر الأول أن يكون اللسان لسانا طيبة وأن تكون الأعمال أعمال منضبطة يبقى عندنا أربع حاجات عندنا قلب سليم وعندنا عقل ماذا صحيح وعندنا لسان طيب وعندنا أعمال ماذا منضبطة إذن الرجل الذي فيه هذه الأشياء يبدأ الرجل تقي ورجل صالح نجوزه على طول والفتاة التي عندها هذه الأشياء تبى فتاة صالحة يبقى نجوزه على طول فمسألة اللحية والنقاب ونحو من ذلك هي من جملة ماذا من جملة الأعمال المنضبطة من جملة الأعمال المنضبطة لكن هناك أعمال منضبطة أخرى وهناك عقل وهناك قلب وهناك ماذا لسان إذن عندنا قلب وعقل ولسان وأعمال فالذي يركز على اللحية أو يركز على النقاب إذن ركز على جزئية من الأربع أشياء يبقى ركز على جزئية من أربع أشياء إحنا عندنا القلب والعقل واللسان والعمل فلما يركز على جزء من العمل إذن ترك القلب والعقل واللسان وبقية الأعمال يا إخواني النظرة الكلية مهمة جدا النظرة الكلية مهمة جدا للخروج بالموقف الصحيح والاختيار الصحيح النظرة الكلية مهمة يعني مثلا افترضنا إحنا عاوزين ندرس موضوع ما هذا الموضوع وليكن مثلا البطالة هذا الموضوع عندما أدرسه لا ينبغي أن يدرس من خلال مقال أو من خلال بحث واحد ولكن لابد أن تأتي بكل ما كتب عن البطالة من مقالات وأبحاث وتقارير وتحليلات ثم تدرس هذه الأشياء لتخرج بنتيجة كلية دي مسألة مهمة فردنا عاوزين ندرس مثلا اتجاه معين إياك أن تدرس هذا الاتجاه وأنت مسبقا تريد أن تصل به إلى الحكم الفلاني لا ادرس كل ما كتب وألف وبحث في هذا الاتجاه لتخرجه بالرأي سواء سواء كان موافقا أو مخالفا أذكر في 2006 لما قام حسن لا نصره الله بضرب إسرائيل بصواريخ البومب وقال أنا عندي ستين ألف صاروخ هذك بهم إسرائيل اللي حصل في هذا الوقت الناس كلها هللت وكبرت وسقفت لمين؟ لحسن نصر وحزب الله وصور تعلقت على العربيات والدككين وما إلى ذلك ما الذي حدث؟ أتينا بكل ما كتب عن حسن نصر وبحثنا عن تاريخ وبحثنا عن علاقة حزب الله بمنظمة أمر الشيئية وما فعلته هذه منظمة في لبنان فكل الأبحاث والدراسات والمقالات كل شيء جمع ودرس دراسة دقيقة وبعد أن درس الدراسة الدقيقة نظر إليه من خلال فلتر الاعتقاد وفهم التاريخ والنظر في آليات الحركات والعمليات ثم دعا ربنا عز وجل فكانت النتيجة أن ما يحدث هذا عبارة عن مسرحية وإن هذا الحزب اللعين عبارة عن رأس حربة ولكنها في يد من؟ في يد إيران وإسرائيل وديك مسألة عجبة جدا أنت الآن تخالف كل المشايخ وأنت الآن تخالف كل مصر بل كل العالم ولكن طالما أن هذه قناعة تحصلت من الدراسة العلمية فلا تبالي ولا تلتفت ثم تمر الأيام وتكر ونص إلى هذه الحقيقة التي انتهينا إليها مسألة الدينار العراقي عندما كان بيباع المليون دينار عراقي بألف جنيه مصري وكل الناس أفتوا بالجواز إيه اللي حصل؟ قمنا بجمع كل المعلومات حول هذا الموضوع وفي هذا المسجد أعددنا دراسة وألقيناها في حوالي ثلاث ساعات في حرمة شراء قانون علم وهذه الطريقة المثلة التي ينبغي أن ننتهي إليه ليس عندنا نبي يوحى إليه بأن هذا حق وهذا باطل وليس عندنا دليل صريح في هذه المسألة إذن ماذا نصنع؟ إذن علينا بالدراسة العلمية المتأمين لابد في أمورك أن تعتمد على النظرة الكلية وكثير من الناس يجعلون آذانهم في أفواه بعض الناس يعني التلميذ يقول له المعلومة يأخذها ويتكلم بها ده خطأ لابد أن تسمع كثيرا ولكن لا تتأثر بما تسمع لابد أن تدرس طالما عندك آليات الدراسة وعندك آليات التصور وعندك منهجية التمييز أنت لست مقلدا بل غيرك والذي سيقلدك فكيف للناس أن يقلدوك في مسألة وأنت تجهلها بل أنت تلقي بالأمر كله إلى غيرك بعض خلال الطيبين الذي كان يجري في مصر ويلقي المحاضرات في محافظاتها وله تصنيف ومجلدات وشرائط وعوائل غير ذلك وكان يدعو الناس إلى قول نعم للدستور فلما قل له يا مولانا هل قرأت الدستور قال قد قرأه من أثق فيه قد قرأه من أثق فيه كيف كيف يجيز لنفسه أن يتكلم في مسألة لم يدرسها طب ما تدرس المسألة ادرسها دراسة علمية صحيحة وحيث انتهى بك العلم خلاص ولذلك قال السلف قد أحسن من انتهى إلى ما سمع إذن قد أحسن من انتهى إلى علمه احنا عاوزين النظرة الكلية دي النظرة الكلية الرجل الصيدالي لما يجي عاوز يعمل صيدالية بيعمل ايه؟ معايا فلوس وممكن اشيري صيدالية هنا؟ لا طب يدرس الأول الكتلة السكنية وبعدين يشوف الدكاترة اللي في المنطقة دي وبعدين يشوف نوعية الدكاترة اللي في المنطقة دي لو مثلا بتوع جرحين وولادة وما إلى ذلك يسعد لأن بتاع الولادة بيرص لستة من الأدوية بيدرس دراسة كلية ولما يطمئن إلى جدوى وصلاحية هذا المكان لإنشاء صيدالية ينشئ صيدالية على طول لكن افطرنا واحد زي الدكتور الترشوبي هيعمل صيدالية في الصحرة؟ لا يمكن لا يمكن لابد من تخير المكان وتخير المكان يكون بعد دراسة كلية احنا نحتاج أن نتعلم كيفية إعداد الدراسة الكلية للخروج بنتيجة تطمئن إليها النفوس في حاجة إلى ذلك الأمر هذه المعاني كلها في جملة وإذا تزوج أحدكم فليتزوج في معدن صالح في معدن صالح مسألة مهمة جدا المعدن بيشمل الرجل والمرأة وإن كان الأكثر من المرأة لكن لا بد أن يكون الفهم متوجها إلى الاثنين المعدن الرجل يكون صالحا والمرأة صالح طب الرجل صالح والمرأة غير ذلك هنا تكون الجناية مرة أو العكس تكون الجناية مرة نسأل الله تعالى العافية ويقول طووس ابن كيسان وإذا اطلعتم من رجل على فجرة ما قالش فجور ولكن عليه فجرة وعلى فكرة يعني اسم المرة بيبقى أحيانا له دلالاته يعني لم يقل وإذا اطلعتم على أو اطلعتم من رجل على فجور ولكن عليه فجرة يعني واحد عمل مصيبة في مرة واحد بس مصيبة كبيرة أو يعني فاحذروه خلي بالكم منه خلي بالكم منه من قلشي مثلا دي زلة وهناك حسنات تمحوها أي ودي بينه وبين الله ودي برضك احنا هنعمله على حسن الظن بس نعمل ايه نخلي بالنا نخلي بالنا كل من فجر فجرة وهذه الفجرة كلمة فجرة يعني معصية كبيرة لابد أن نحذر لابد أن نحذر حتى يتوب إلى الله تعالى ليه فإن لها أخوات من سنة الله تبارك وتعالى أنه لا يفتش عيوب الناس إلا بعد تماديهم في المعصية يعني سنة قائمة لا يفتش الله تعالى لك المعصية إلا إذا تماديت فيها إلا لو أراد الله تعالى بك بلاء لكي تكون تائبا يعني ما خليكش تعمل المعصية كتير تعمل المعصية يفضحك فيها ترجع على طول إلى الله عز وجل لكن أبا أكلم على الغالب أن الفجرة تدل على أن لها أخوات هذا في الغالب هذا في الغالب أيضا من جملة كلام هذا الرجل وهذه النصيحة رواها عبد الله بن طووس عن أبي قال قال أبي يا بني صاحب العقلاء ودي مسألة مهمة جدا أيها أفضل عدو عاقل أم صديق أحمق أيها أفضل عدو بس عاقل أفضل ولا صديق بس أحمق أيها أفضل من يجيب إيه عدو عاقل أفضل من صديق أحمق إيه لأ أهندلتي بن خير نعم لأ ثم خلاص يعني خلصنا لو في هناك اختيار نختار مين الأحمق تختاره من قال الأحمق عشان بس ندفعه عشر جنيه دكتور إسلام نلاقي بعشرين جنيه طيب ماشي نسمع الأذان ونكمل إن شاء الله مما لا شك أن الأفضل هو العدو العاقل لماذا؟ لأنك تعرفه وتعرف ما يصنع تعرفه وتعرف ما يصنع وتعرف خلاله وتعرف نظامه هو رجل عاقل والعقل له نظامه وبالتالي تستطيع أن تعرف حاله وأن تعرف ما الذي ينبغي أن تصنعه حياله أما الصديق الأحمق فربما أرداك من حيث يظن أنه يصلحك أو يعينك يعني ده مسألة صعبة جدا ممكن يكون صديق ولكنه أحمق لا تتعلم منه ولا تقترب إلى الله تعالى من خلاله ولا يمكن أبداً أن يأخذ بيتك إلى بر أو أن يحجزك عن سوء بل ربما أوقعك في المهالك بسوء عقله أو بسوء ظنه بسوء عقله أو بسوء ظنه والأولى من الاثنين دول بالفعل لهذا ولا ذاك ولكن هذا هو الاختيار وليس معنى أن العدو إذا كان عاقلا أن الإنسان يركن إليه لا هذا خطأ مشكلة صدام حسين في حرب الخليج أنه صدق العدو العاقل قبل حرب الخليج الأولى سنة ألف تسعمية واحد وتسعين قبل هذا التاريخ كان هناك الصفقات لإعمار الكويت وجنوب العراق بين الشركات الأمريكية واليابانية والفرنسية كل واحد أخذ الحصة بتاعته قبل الحرب بسنين مرتبين كل حاجة منظمين كل حاجة وأغروا بصدام وزينوا له غزو الكويت فلما دخل الكويت ضربوه ودمروا جيشه ثم بعد ذلك تعقبوه حتى كان القضاء عليه في 2003 يبقى مشير الصدام إن هو صدق العدو العاقل إياك أن تصدق العدو العاقل ولكن لابد أن تحذره لابد أن تحذره فكل إنسان يركن إلى عدوه أو لا يحذر عدوه فهو ليس بالعاقل ليس بالعاقل أيضا ربما يكون القريب أو الصديق حمقه في عدم ديانته الديانة الصحيح افترضنا مثلا صديق لك وقال لك أنا هعمل كذا أشوف ربنا يعمل معي إيه لو كان ربنا يحبني هيمنعني من المعصية دي ولو ربنا مش بيحبني يسيبني أعمل المعصية دي ممكن بعض الناس لسيام الشباب يقول لك أنا هشوف الفيلم الفلان إباح يوم إليه إن كان مصيبا تلتلة وربنا مش رضعا كده ومش عاوزني أعمل كده ربنا يمنعني وإلا ربنا يسيبني هذا أحمق لماذا؟ لأن الله تعالى لا يبتلى العبد لا يبتلي ربه وإنما الرب هو الذي يبتلي عبده هو عكس الآية هو من اللي بيختبر ربنا واللي بيختبرنا ولا احنا بيختبر ربنا من اللي بيختبر ربنا فكيف ينصب من نفسه مختبرا لله عز وجل ده حمق إيبا حتى لو كان صديقك فهو ماذا فهو أحمق فدائما العقل يعني زين ومن شيء يعني الأقوياء والرجال ولهذا طوص بيقول لابنه يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم وطبعا دي يخش في هذه المسألة أهل العلم وأهل الفضل صاحبهم حتى لو منتش منهم هانت إيه بتنسب إليهم تنسب إليهم لما يذكر أهل العلم وحد فيهم ليس منهم يذكر أيضا منهم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث في مسلم وفي غيره إن الله تعالى ملائكة يطوفون فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا فحفوهم ففي الحديث أن الله تعالى يسأل ملائكته وهو بهم عليم أي هو عليم بإباده ماذا يطلبون قالوا يسألون الجنة ويستعيذون بالله من النار قال أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت له لكن هناك رجل أتى لحاجة أتى لحاجة يعني لم يأتي من أجل هذا المجلس مثلا هو رجل صيدلي ولا طبيب عيون مثلا وبعدين واحد عينه حصل فيها تعب فراح فألو لأت هو في مسجد عباد الرحمن إذن أتى للمسجد ليس من أجل المجلس وإنما من أجل الحاجة بس ومن حيث الجملة وفين مع هؤلاء القوم فقالت الملكة يا رب إن فيهم فلانا ليس منهم إنما أتى لحاجة قال وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إذن الإنسان بيبقى مع الجلساء مع الرفقاء والعكس ممكن رجل ما ليش دعوه بحاجة بس راح الأهوة علشان يجيب واحد بيض له المحارة والما إلى ذلك والأهوة دي كلها الناس بتوعحشيشهم مخدرات طبت عليهم الشرطة أخذتهم كلهم يقول لهم أنا ما ليش دعوه فأنا جاي علشان أخذ الرجل يعمل للمحار يقول لهم باردك تعال معا ويقضوا شهرين ثلاثة لغاية بقى الفش والبتاع والعرض وكام دا كله سبحان الله انظر إلى هؤلاء وانظر إلى هؤلاء فالعقل أن تزاحم أهل الخير وأن تنتسب إلى أهل الخير حتى ولو لم تكن منهم حتى ولو لم تكن منهم ما يجيش واحد يقول لي عم أنا ببعرفش أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد درست إيلة حتى لو ما شدفم حاك ستفهم تعال يكفيك أنك في بيت الله عز وجل فإذا نزلت رحمة الله عز وجل أصابتك منها أصابتك منها فانظر إلى هذه نصيحة الغالية إن الأب يقول لابنه يا بني صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم وإن لم تكن منهم ولا تصاحب الجهالة الجهال قد يعنى بهم ضد العلم الجهل وقد يعنى بالجهل السفة يعنى بالجهل السفة ألا لا يجهالا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين زي ما نقول البلد اللي يحدفني بالمية أحدفه بالناش ده سفة هذا جهل هذا جهل أي سفة وحمق فلا تصاحب الجهال السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم سبحان الله لو مشيت مع الناس الوحشة الناس الذين لا يعرفون التزاما ولا ديانة الذين ضيعون أعمارهم فيما لا يفيد لو مشيت معهم تنسب أيضا إليهم واعلم أن لكل شيء غاية غاية يعني إيه يعني نهاية غاية أي نهاية وغاية المرء حسن عقله نهاية أي إنسان هو من تهى إليه حسن عقله طبعا نصيحة جميلة من جملة نصائح طاووس أيضا إن الإبن بيروي عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه قال إقرار ببعض الظلم خير من القيام فيه ممكن يبقى فيه ظلم بس الظلم هذا يعني أنت لم تشارك فيه فلو أنك لم تدفع هذا الظلم خير من أن تكون جزءا من هذا الظلم وأن تشارك فيه هذا الظلم فيقول إقرار ببعض الظلم ليس المصوط بالإقرار يعني الرضا ولكن لا تستطيع دفعه فيكون حالك كحال من أقر وأنت لم تقر فهذا خير من القيام به طبعا كلام كثير جدا ولكن لا أريد أن أطيل هناك قصة طيبة من بعض الناس يقولون بأن القصص عبارة عن كذب لأن هذا الكلام لم يحدث فطالما لم يحدث إذن الذي يكتب قصة أو يقول قصة إذن هذا كذب يعني الجواب حنانيك حنانيك لا تتسرع فربما تكون هناك إبرة من وراء هذه القصة وهذه المسألة جمعت لها أطرافا عن بعض السلف وهي موجودة من خلال قراءاته في كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الجليل الذهبي عليه رحمة الله ولكن من هذا الباب هذه القصة التي ذكرها طووس وهي مروية من طريق عبد الرزاق طبعا معروف حدثنا معمر عن ابن طووس عن أبيه قال يا أخواننا قصة لنص حديث ولا خلاف قال كان رجل له أربعة بنين فمرضا فقال أحدهم ودي بردك أولى لإخوان الشباب من أجل أن تزداد عنايتهم بآبائهم وأمهاتهم لأن هناك إشكال أن الرجل أو المرأة يربيان الأولاد فإذا ما طعنا في السن لم يجد مكانا واسعا عند أولادهم مسألة صعبة مسألة صعبة يبقى الراجل يخلف ويتعب ويربي والأم تحمل وتربي ولما يكبروا في السن ويعجزهم يروحوا فين يروحوا فين يروحوا في بيت العجزة ولا دور المسنين ولا يعدوا عند أيلهم قال الله عز وجل إما يبلغن عندك عندك هذا ضرف مكان للدلال على أن الوالدين إذا سن إذا كبر فلا مكان لهم إلا عند من عند الأولاد الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما إبقى أمك أو أبوك لم يكبرهم يعيش عندك في البيت لا تتأفف منهما ولا تثثقل مقامهما بل لابد أن تقول لهم الكلام المليح الحسن وأن تفعل معهما الفعل اللائق يعني أنت لو أنت تعصرت لكي تكافي أبويك ما كافتهما أبدا لن تستطيع أن تكافي الوالدين دي مسألة خطيرة الواحد يروح يتقدم لي الفتاة تقول أنا هعيش فين يقول له والله أمي ستة كبيرة عندها ستين سنة ولا سبعين سنة وليس لها في الدنيا إلا أن هاتي يتعيش معي تقول له أسف أنا ما أقدرش أقبل بك ليه علشان ما أقدرش أعد مع حماتي في شقة واحدة أو في بيت واحد ليه إيه لما ستقول أنا عاوز أخذ راحتي أشعر أن أنا مسلاح في البيت وليس لبيت الناس الناس الكبار بالفعل لهم تصرفات عجيبة لكن لابد أن نحتملهم لابد أن نحتملهم عنده سبعين سنة هيعيش كم سنة ما يعيش عشر سنين خمس سنين عشرين سنة بس يكون عندك الست الكبير أو راجل كبير كثيرا من الأحيان ما يتدخلون هم عاوزين يطبخوا النهاردة مثلا عتس مثل تقولوا لا يعملوا لو بيها عاوزين يعملوا النهاردة مثلا بطاطس لا يعملوا سمك ويحكموا رأيهم ايه المشكلة نسمع كلامهم حاجات بسيطة ونمشي الأحوال كثير الأزواج لا يعتنون بآبائهم وأمهتهم إلا هذه القصة التي ذكرها الإمام طووس إلى إخوان الشباب سوى الذين تزوجوا أو الذين يفكرون في الزواج أو الذين إن شاء الله متصور أن يتزوجوا بإن شاء الله بيقول طووس كان رجل يقعدوا بقى استربعه كده بقى هذه القصة بقى حلو كان رجل له أربعة بنين أربع أولاد صبيان فمرضا فقال أحدهم إما أنت مرضوه وليس لكم من ميراثه شيء وإما أن أمرضه وليس لمن ميراثه شيء يا سلام أنت فهمين يا أخواني المسألة دي يعني واحد منهم قال لهم يا أخواني إلا يشتل أبويا ويمرضه ويبقى تحت رجليه يغسل رجليه ويبس رجليه ويأكله ويشربه وكل حاجة ما فيش له ميراث حسبه الحسنات بس الرجل عنده برجين في المنصورة وعنده برجين في القاهرة وعنده رصد في البنك ومشاء الله رجل غني جدا بقولك هذا بدل التهويل يعني فقال لهم اللي هيعد بابوه ما ياخدش أي حاجة من الميراث وحزب الحسنات طبعا إخواته ظنوه رجل أهبل من يقول الكلام ده اسمعوا بقية القصة حتى تروا العجب العجاب إخواته قالوا له إيه مرده طالما أنت صاحب الرأي بقى مرده وليس لك من ميراثه شيء طالما ده رأيك بقى يا حبيب قلبي اشتلبوك اشتلبوك وليس لك من ميراثه شيء يا تارى قال لهم لا تنكت باختبركم يا عالم يا رأسة تسيب أبوكم لا أبوكم يدور عليكم كل واحد أسبوع زي مصر كده لها سبع ودان ما ينفعش أن حزب واحد يشتال لابد كله يشتال يشتال المنصيبة دي سبحان الله فمرضه الابن قال لهم حاضر أنا اشتلبوه تعال يا عابن اشتلبوه على كتفه وخلى عنده في الضر وقعد يخدم أبوه يطببه حتى مات يا ترى عند قد سنة عشر عشرين حتى مات ترتب على ذلك أنه لم يأخذ من ميراثيه شيئة قالوا له انت بقى عليك الحسنات انت خدت الحسنات بقى فسيب لنا ايه مش السيئات سيب لنا الميراثيه قال لهم ماشي اخذوا اخذوا ميراث الرجل جميعا اخواتك ضحكوا عليك واكلوا حق ابوك واخده ميراثك لا الزوجة ليس لها علاقة بهذا الموضوع ما لتلوش لا هو ابوك قاعد في البيت واخواتك هناك في بيوتهم كل اسبوع ابوك يروح يعني فترة ده عند فلان وده عند فلان ما لتش كلام ده المهم فأتي في النوم الولد فقير كل اللي حلته ضيعوا على ابوه فعلاجه اكله شربه ومات الراجل وما فيش ميراث وليس معه شيء فأتي في النوم فقيل له ائتي مكان كذا وكذا فخذ مئة دينار يجاله هو نايم في المنام واحد بيقول له روح المكان الفلان احفر هتلاقي مدنا خدهم فقال في نوم فيها بركة دي مسألة مهمة جدا فيها بركة اليوم كان فيه مشكلة كبيرة جدا في الجمعة المشكلة دي ان احد الدكاترة اخذ اقل من الدكتور التاني حاجة صغيرة يا خرب الدنيا امت ولم تجلس يا دكتور اهم حاجة حاجتين القناع والبرك لا بعدين فيها ايه لما تاخد اقل من زمان حاجة صغيرة تحن كلنا زملاء وفي قسم واحد وما الى ذلك لا يمكن غضب شديد وسط عالي وابتاع شغلان انظرهم فقال في نومه مش هو نين بقى يال ذا رزق رب اروح اخدهم بيقول فيها بركة فقيل له لا المد نرد هتروح تاخدهم لكن ليس فيها بركة فاصبح فذكر ذلك لامرأة مرأة الغد دلوقتي مش يفضل لخلفته ولا هي شكسته ولا كانت عبئة العلي بل نعم المرأة فقالت امرأته خذها فان من بركتها ان نكتسي منها ونعيش يعني كفايا نحن نكل منها ونجيب هدوم هذا دلال يا اخوان ان الناس دول في فقر متقع فقر جديد للاقيين اكل ولا هدوم فابع الزجد ابع فلما امس تنيوم اتي في النوم فقيل له ائتي مكان كذا وكذا فخذ عشرة دنانير فقال فيها بركة قالوا لا فلما اصبح ذكر ذلك الامرأة طبعا المرأة عاقلة ما لديش بقى يا بابا الغد كده بقى أنا صراحة انجدت منك وزهقتني في حياتي وارفت علي دنياتي انا اروح ضربوي ولما اتفقه تعال تعال اخدني من دار ابوي ما لديش كمد ابدا ابدا هي المشكلة ان المرأة اذا كانت صالح عاقلة فيها اربع حاجات كانت كفئا لزوجه هنقوله من تان القلب والعقل واللسان والعمل فقالت له مثل مقالتها الاولى فابا ان يأخذها فاتي في الليلة الثالثة فقيل له اتي مكان كذا وكذا فاخذ منه دينارا دينار واحد ابا كانوا الاول مي نزو كام بو دينار قال افيه بركة دي مسألة مهمة جدا يا اخوان فيه بركة ابا المركة بالكثرة ولا بالقلة ارجو تنتبه لهذه القصة القصة المشأل المألف الذي ذكرها هو الامام طاووس فقال افيه بركة قيل له نعم ايوه فذهب راح المكند حفر فاتلأ الدينار فاخذ الدينار ثم خرج به الى السوق فاذا هو برجل يحمل زي سورتين في كل سرة سمكة فقال بكم هما دول بكم قال بدينار اللي اتنين دول السمكتين دول بدينار فاخذهما منه بدينار ثم انطلق بهما فلما دخل بيته شق بطونهما فوجد في بطن كل وحيدة منهما درة في بطن كل سمكة درة لم يرى الناس مثلها حاجة بقى يعني سبحان الملك قال لم توجد فجاءوا فقالوا عندك أختها ونحن نعطيك ضعف ما أعطيناك قال وتفعلون قالوا نعم قال فأعطاهم إياها بضعف ما أخذ الأولى إبا أخواته عندهم إيه وهو عنده إيه فهمين أخواننا الحكمة من هذه القصة طيب نعود إلى الحديث بتاعنا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه ألا تغزو إحنا عندنا هنا حكتين الإسفام واللا وألا فيها معنى الإسفهام ولكن الإسفهام المشوب بالحض بالحض والاستعلام ألا تغزو كأن هناك جيشا قد خرج للجهاد في سبيل الله ولم يخرج معه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه والغزو إما إما طلب الأعداء وإما رد الأعداء الغزو إما طلب الأعداء وإما رد الأعداء وغالبا ما يطلق الغزو على طلب الأعداء فطلب الأعداء ليس بواجب على كل مسلم وهذا ما يسمى بجهاد الطلب إن هناك دولة إسلامية قوية والجيش الإسلامي بيفتح بيفتح البلاد والأمصار وهذا سيحدث غصب عن عينيهم إن شاء الله لأن النفس صلى بشرنا بذلك الأمر بشرنا بذلك الأمر ولكن أي فتوحات لابد أن تكون للدولة الإسلامية عقيدة صحيحة ولابد أن يكون لها ترتيب صحيح ولابد أن تكون كلمة الله تعالى هي العليا لكن أن تكون عمليات خاطفة ثم كر وفر كر وفر ودولة ليست مستقرة على الأرض هذه مسألة تحتاج إلى نظر المهم فعندما نطلب الأعداء هذا يسمى بجهاد ماذا جهاد الطلب فلونك دولة إسلامية مستقرة وهذه مسألة يرد بها على بعض الناس دولة إسلامية مستقرة وهن نروح نطلب الأعداء ونقاتل الأعداء ليس في أرضنا يسمى هذا بجهاد الطلب هذا فرض على الكفاية أما إذا أتى الأعداء ودهموا أرض المسلمين ووطأوا حدود الدولة الإسلامية فلنا أن نجاهدهم وأن نقاتلهم وهذا يسمى بماذا بجهاد الدفع جهاد الدفع هذا واجب على كل قادر كل قادر سواء قادر بالنفس يطلع بنفسه أو قادر بالمال يطلع بماله أو ليس عنده لا قدرة جسدية ولا مالية يبع عنده قدرة على ماذا على الحث والدعاء والدعاء فعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه دولة موجودة صحيحة دولة إسلامية ثابتة المعالم وضحة الأركان والحدود وبالتالي وبالتالي هم تجاوزوا حدود الدولة لطلب الأعداء إذن هذا يسمى ماذا يسمى غزو يسمى جهاد الطلب ليس هذا فرضا على العين فرضا على الكفاية فما اطلعش في هذا الجيش فقيل له ألا تغزو فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ودي أنس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمسة بني على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وهو توحيد الله عز وجل وعبادته ويلزم من ذلك الشهادة الثانية وهي أن محمدا عبده ورسوله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء زكاة وصيام رمضان وحج البيت فسدل بذلك على أن أركان الإسلام ودعائم الإسلام العظام التي هي الفروض العينية ليس فيها ماذا ليس فيها جهاد الطلب فليس هذا من هذا الباب نكتفي بهذا القدر ونسى الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر